السلام عليكم لما ولادك كده وزوجك يقولولك نريد اكلة جديدة سهلة وسريعة وخفيفة وطعمها سوبر هنعمل النهاردة شوية رز مع دجاج ومش هيصدقوا انها دجاج مسلوق حاجة كده فخمة فاخر من الاخر الرز ما شاء الله تبارك الرحمن نسري الدجاج دايب دوب هنحول من دجاجة مسلوقة او مفورة في الماء لأكلة عظمة بس لو كنت اول مرة بتشرفونا اشتركوا فعلوا الجرس وكتبونا كومنت حلم عشان نرحب بكم خلونا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول علي افضل الصلاة والسلام ونبدأ الفيديو سمينا بسم الله اصحابي انا عندي دجاجة اسمتها نصفين من ال يعني كنت من امس كنت نوية افورها او اسلوها في الماء واعمل جنبها شوية ملوخية وروز وبعدين غيرت رأيي طبعا الدجاجة غسلتها كويس مثل الطريقة المعتادة وتبلتها بشرة البشرة بصرة مبشورة وطمط مية مبشورة وملح وفلفل ودعكتها كده وفرقتها بتفرق جدا في طعم الدجاج وفي مية سخنة هنفور الدجاجة او نسلق الدجاجة ونخليها تتسل هنا بقى انا قلت لكم كنت نوية اعمل رز وملوخية فغيرت رأيي قلت هعمل رز بالكشنة الرز ده خطير وطعم حلو ولزيز وخفيف ما فيوش طماطم عشان الحر والصيف هنا انا هعمل الكشنة هضيف معاها مكعبات بطاطس ممكن تحطوها في اليرفراير او في الفرن بس انا قلت اشتغل في الحلة مباشرة لاني كنت مستعجلة خدت حبتين بطاطس كده متوسطين وقطعتهم مكعبات وفي شوية الزيت اللي هنعمل فيهم الكشنة حمرت البطاطس ثلاثة ربع استوائيا لان هي لسه هتكمل استوائها مع الرز هخرجها بقى وصفيها من الزيت كويس جدا ونشوف الخطوة التانية الناس الامارات اللي مستغفروش ربنا ولا صلوا على الحبيب صلوا كده على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام واستغفروا الله في التعليقات وولونا من اي دولة بتشاهدونا في نفس الحلة اللي قاليت فيها البطاطس او حمرت فيها البطاطس نزلت بطاطس بصلتين كده حلوين متوسطين قطعتوهم مكعبات على قدية مش في الكبة وهبدأ اشوحهم احنا ما نريد البصل يكون دهبي لا نخليه يدبل بس يعني يصير شفاف طبعا اصحابي ممكن تستبدلوا البطاطس باي نوع خضار وممكن تستبدلوها بالحمص المعلب او لو انتوا سلقين حمص عندكم يعني اللي هو حمص البليلة بعد ما اتدبل البصل عندي ودبل تماما مريد لونه يغير نزلت عليه بنص كوباية من الزبيب او العنب المجفف او الكشمش وتلات اربع قرون كده من الفلفل الحار وضفت عليهم معلقة صغيرة من اي بهارات مشكلة طبعا انا ضفت بهارات يعني انا بعملها في البيت وان شاء الله هبقى نزلكم الوصفة قريبا ان شاء الله خرقت البصل وفي نفس الحلة برضه هشتغل في كله في نفس الحلة عشان ما فيش حد عنده ضهر يقاف يخسر موعين حطيت البهارات الحب لومي عيدان قرفة ورق غار ونزلت بمعلقة كبيرة حلوة كده من الزبدة ومعلقة صغيرة من الثوم الثوم ده طبعا انا مفرزاه وكنت منزل لكم الوصفة قبل كده وفي فيديو جديد ان شاء الله هينزل قريبا في القناة انا هنا الثوم بس مجرد اشم رحته فقط مريض لونه يغير وهنا خدت الشربة بعد الدجاج متسرق صفتها بقى من التوابل والبصل والطماطم اللي كنت متبلة بيها الدجاجة هنا بس مجرد التوم رحته طلعت بدون ما لونه يغير وده سر طعامة الرز ان التوم ما يغيرش لونه بنزل عليها بمقدار الشربة حسب مقدار الرز اللي انتوا هتساوه انا مساوية تلات اكواب رز بسمتي طويل الحبة نقعته نص ساعة في ماء مغلي وكل كبات رز بتاخد كوب ونص من الشربة او الماء اول ما الشربة غلت هنزل الرز صفيته طبعا من الماء اللي انا كنت غالية فيها نقعها فيها وهسيبه بقى هنا على النار عالية حتى يتشرب تماما الماء شايفين تشرب وعمل الفجوات كده كده صار معانا ممتاز في المرحلة دي اصحابي هبدأ انزل عليها الكشنة اللي احنا كنا عاملينها اللي هي البطاطس والبصل والزبيب وكده اهو كده صار معانا ممتاز هنغطي عليها وهدي عليها النور مش هتيخد عشر دقايق لان الرز البسمتي لما بيبقى منقوع ما بياخدش اكتر من عشر دقايق هنا اصحابي ما شاء الله تبارك الرحمن عشر دقايق كان الرز والريحة مش قادرة وصفها لكم اللي بيدي بقى بيغير بيودي الرز في حتة تانية تبخير الرز او نبخر الرز كده فحمة طبعا شعلة بتحطيها في اي طبق او اي حاجة عندك وبتنزل عليها نقطتين زيت وتسيبيها حتى يتبخر الرز بتودي الرز يعني بتعلي التست جدا وبتجيب نكهة المطاعم بالزبط شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن نوعية الرز اصلا يعني اختاروا نوعية الرز حلوة عشان الرز يفضل معكم نسري ما يتكتلش ولا اي حاجة ده طبعا طويل الحبة بيبقى لونه ذهب شوية هنا بقى الدجاجة بعد ما تسلقت وخدنا الشربة سوينا بها الرز هنا بنعمل الخلطة اللي هي معروفة يعني خدت معلقة بابريكا ومعلقة صبغة الزافران ومعلقة زيت فقط لا غير ودهنت بيها الدجاجة وهدخلها الفرن وحط معاها برضو بعد ما تاخد لون تحت الشواية هحط معاها فحمة برضو عشان تاخد نفسه مية طعم الرز طبعا اللي ميريت خطوة الفرن يقدر يحمرها على يديها نفس اللون ده ويحمرها في معلقتين زيت في اي مقلية هنا زي ما انتو شايفين اصحابي غرفة الرز ما شاء الله تبارك الرحمن نسري وريحته بقى والتبخير رهيبة والكشنة كان طعمها طحفة قلت لكم تقدروا تسابدلوا البطاطس بالحمص وهنا الدجاج بعد ما اخد اللون الدهب الحلو وبخرته برضو بالفحم ومشاء الله تبارك الرحمن قدمناها بقى مع الشتني او صلصة الدجوز رهيبة لايك وشير السلام عليكم